سعال هل أمو إلينا الضفو عمو يزيد تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وباليدك الإلكتروني مرحبا بك إذن سجلوا يا أطفال شوية على الصبر وحي نستضيفكم إلى هنا بس كنا متشوقين باش نشوفكم إن شاء الله في بداية كل حصة نتكلموا على أيام دولية اليوم كان يوم دولي مهم هو اليوم الدولي للتضامن الإنساني يصادف يوم عشرين ديسمبر في هذه الفترة إذن التضامن الإنساني تحبوا التضامن يا أطفال على بركم بالليف في الحياة نتعنا الناس متفهوتين يعني كالمحتاج كالمريض يعني وكل ما يكونش التضامن ما يقدرش يكون المجتمع متوازن إذن لازم يكون التضامن لازم الغني يصدق على الفقير ولازم حتى التضامن في مبيناتنا مثلا المأساة أي شيء التضامن هذاك ممكن أن تخطوه السعاب يا قياد أطفال لازم التضامن تحبوا الألغز ما هو الشيء الذي لديه يديني من غير رأس ورقبة من غير رجلين وعيد اللغز لكم أصدقائنا إذن لما يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز بهذه الطريقة عبر الانترنت عبر موقعنا عمويازيت.com أنت كذلك الذي لديه يديني من غير رأس ورقبة من غير رجلين إذن فكروا جاكم سعيب معلش تما شاطرين فكروا إلى غاية نهاية الحسن تما أصدقائنا لا يشوفوا فينا ونروحوا دركا مع نوها باش نكتشفوا شخصية مهمة جدا في الكفاح الجزائري هو ربح جامع تفضلي تفضلي نوها مرحبا بك تفضلي نوها تصفيقها تصفيقها على نوها تفضلي بك مساء الخير مساء الخير أسماء بقيت محفورة في الصفحات المدونة عن تاريخ الجزائر اليوم سنتعرف على اسم من هذه الأسماء إنه ربح جامع كان عسكريا جزائريا برتبة كولونال عميد أثناء الثوات الجزائرية وقائدا مساعدا في منطقة الميلية ولد في الثالث والعشرين مارس الف وتسعمائة واربعة وعشرين في سيد عبد العزيز جيجل من أب كان يمتهد الفلاحة ألحقه والده بالكتاب لحفظ القرآن الكريم وفي عام ألف وتسعمائة وثلاثين التحق بالمدرسة أين درس الابتدائية ثم المتوسطة لكنه توقف عن الدراسة بسبب الظروف التي كانت تعاني منها الجزائر في ظل الاستعمار الفرنسي في عام ألف وتسعمائة واثنان واربعين سافر إلى الجزائر العاصمة أين اشتغل في التجارة فضلا على ممارسته للملاكمة كما كان يناظر سياسيا لصالح الحزب جبهة التحرير الوطني مع اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية عام ألف وتسعمائة واربعة وخمسين التحق بصفوفها في شهر يرناير عام ألف وتسعمائة وخمسة وخمسين أين كان مسؤولا عن منطقة الميرية؟ أوكلت له مهمة جمع السلاح رفقة علي كافي رئيس الجزائري فيما بعد حيث سافر إلى تونس في مهمة سرية استشهد في الميلية بولاية جيجل عام ألف وتسعمائة وواحد وستين رحم الله شهدائنا الأبرار شكرا 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 بنتي شكرا نوهاي بك سحا إذن المجد والخلود لشهدائنا الأبرار يا أطفال تكلمنا مقبلة على التضامن وعلى التعايش كيف نقدرون نعيش في المجتمع على بركم باللي وش هو الشيء المهم في المجتمع اللي لازم يكون عندنا كامل بيناتنا باش نعيش في سلام وفي أمان شكرا يقدر يقول لي واسمك بنتي نورهان محمود شحال فعمرك نورهان 9 سنين الله يبارك وش هو الشيء التضامن التضامن وش هو الشيء اللي لازم يكون بينتنا في المجتمع بيننا حتى نعيشه ملع وش يازم التعايش واسمك بنتي فريال فريال وش يازم نديره لبعضنا بعض شيء مهم جدا التعاون 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 كذلك وش لازم من التكافل الأغنية تعمقبيرة وش كنا نقوله فيها ش كنا نقوله فيها ش كنا نقوله في الأغنية مقبيرة الاحترام واسمك بنتي أنهار ريهان شحال في عمرك 10 سنين ويند السكني في بوسمايل تروح تسلمي عليهم كامل خيار الناس وش لازم يكون بينتنا بنتي الاحترام الاحترام هذه اللي كان حوس عليها عم ميزيد في الأغنية هذه نقول فيها يا أبتي هذا طفل يغني معا ميزيد يقول لي يا أبته يا أبته قل لي معنى الاحترام وننقوله معناه في السنة والإسلام ما بيكون ديننا الحنيف وسنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فيهم فيهم سمات حسنة اللي لازم تكون فيكم يا أطفال الاحترام مهم جدا تغنوا معي يا أطفال يا أبته يا أبته قل لي معنى الاحترام يا ابني فامانا في سنتنا والإسلام لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي فمريض يشكو ألم وعجوز نامت وصابي يا أبته يا أبته قل لي معنى الاحترام يا أبني قل لي معنى الاحترام هيا واقفر هذا صغير يكفي منهم وصابي بالحيوز نامت وكني معنى واقفر بالحيوز نامت ومنه معنى الاحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلمة يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا ابني فامعنا في سنتنا والإسلام لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ربا لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ربا يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام يا أبني فامعنا في سنتنا والإسلام برافو 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 عجبتكم الأغنية؟ نعم واش رأيكم من روح ودرك الألعاب الخفة تحبوا؟ نعم إذن كامل مع مونسيم تفضل عن مونسيم في ألعاب الخفة تفضل عن مونسيم في ألعاب الخفة تفضل عن مونسيم في ألعاب الخفة سلام عليكم يا أطفال تحبوا اللعب الخفة؟ نعم اليوم سوف ندركم لعبة مختلفة جدا هي لعبة وفي نفس الوقت اختراع جاءتني فكرة من الهاتف النقال أو الجهاز التحكم في التلفاز أعب عليكم يا أطفال بالهاتف النقال نقوم بمكالبات هاتفية عن البعد قلت في نفسي لماذا لو نأكل أو نشرب عن البعد خليكم مع العرض لازم ليش كون وحدة فيكم ولا واحد تحب لي نرحان الله يبارك أسمي شباب حيونا نرحان أطفال تعرفوا هذا؟ هذا اللي نشربوا به في المشروبات هنا كان هناك زر هل تشوفين نرحان هنا زر؟ نعم خلي فيه يدك هكذا وهذا وش نوالك؟ قد تحبوه الحليب نرحان يا تورا هل نستطيع أن نشرب عن البعد؟ هل تقدري؟ لا 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 نسيه في تجربة نشديه في يدك عند الإشارة قوم بالضغط على هذا الزر وشرب عند الإشارة تشوفوا معنا واحد اثنان ثلاثة هل تشوفوا نرحان هنا يتشرب عن البعد؟ أحبسي شبيا يخلاصينا أحبسي زيدي؟ زيدي شبيا برك شربته هقع نرحان شربت نقع الحليب؟ عجبك الحليب؟ أكيد هنا كذي نرحان شربته نقع وما زلنا العرض أنها طويل والحليب يحتاجوه كيف شاء نديره؟ عندي فكرة كيف نقومه بإسترجاع الحليب عندي فكرة لكن第二個 من قوتين الذي شربته نرحان شربته نرحان شرفه سبعني ملاح قد تشوفه واتعرفه آخر؟ نرحان استعمال هذا نرحان كذلك وقفي الكidable SI هبطي أذنك وهذا واحد اثنان ثلاثة الزد ثلاثة الزد الأذن الأخرى واحد اثنان ثلاثة هل تشوفوا الحليب ا؟. هاو الحليب اللي استرجعناه, من العادة نرهان , تحيحة لنرهان شكرا فicasل. شكرا 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 شكراا, هاكم النسيين. يا إطفال عجبتكم الأرعاب الخفاء. نیا تركاء نروح نحكي لكم حكاية الدبو دبدوب. يالا معي يا أطفال كما وعدكم راح نحكي لكم حكاية دبدوب وحد النهار دبدوب هدا يحب غير يلعب يحب يلعب يحب يمرح يدير القيلولة تحت الشجرة كي تعيطلو يماه دايما يتماطل ايه راني جاي فنيان شغل فنيان ولا مبالات عنده وحد النهار يماه كان تترتب في المطبخ وكان لها سلوم هكذا سلم من بعد السلم هدك جراح يطيح هكذا كي جراح يطيح لها شداتو هكذا وبقى تعيطلو يا دبدوب يا دبدوب ويقول ايه راني جاي راني جاي دبدوب دبدوب نحتاجك نحتاجك وقعد يدور قعد يدور يدور يلعب بيتو ايه صحة صحة نجاي يتماطل ويماه تقاوم في هدك السلم هدك حتى طاح طاح هدك السلم طاح لها الحويش كامل كسر لها هكذا الأواني وكامل قرب طاح لها على يدها كسر لها يدها ومن بعد تخل دبدوب سب كل شي مكسر هكذا وكامل تخلع يماه وش بيك وش بيك وش بيك قدتلو شفت مصبح وانا نعيط لك وانا نزقي لك على هد السلم هده وطاح الأواني وطاح خريب كسر ليدتي وكامل بعد تفاجأ وستوعب الخطأ اللي دارو عنك يماه هكذا وقالها يا يماه خلاص ما زيش نعاود المرة الجاية كيت عايتيني نجري هكذا وناخد لك الرأي يا يماه مزيه مزيه مصره الكواله وكامل له هدي برافو 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 بوبي اسفق على بوبي إذن لا يجب أن نؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر لما الولدين ولا المعلم ولا أي شخص يكلفنا بعمل ولا ينادي علينا لازم الاستجابة مباشرة يا أطفال لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر يا أخي أجبتكم الحكاية يا أطفال إذن لا يجب تأجيل عمل اليوم إلى الغد ففي الغد عمل آخر لحقنا الدركاء الركن نحب بزاف وركن البريد نحن قرار رسائل اللي بعتهمنا أصدقائنا بوبي شوفي لعدنا بريد ثاني باش أصدقائنا لم يشوفوا فينا يقدروا يرسلونا عبر موقعنا الانترنت عمويازيد بوان كوم بالضغط على الزرار آراء وملاحظات كين؟ الله يبارك أعطينا أنا نحب لقرار رسائل تأستقائنا الأطفال وأنتم تاني رسولنا يا أطفال شكرا شكرا بوبي أنا نسنوف رسائل نتعكم إذن الرسالة الأولى بحري عبد الحميد تسع سنوات من سيدي خويلد من ولاية ورقلا الله يبارك ناس ورقلا والجنوب الكبير قالكم نحبكم كامل الحصة رائعة جدا وأنت أروع يا عبد الحميد من ورقلا من سيدي خويلد خير ناس نسلم عليكم كامل الرسالة الموالية نايم بشرة عشر سنوات من مدينة سعيدة الله يبارك ناس سعيدة الغرب الجزائرين حيوكم قتلك أنا نحبكم بزاف وحبا نشارك معاكم يا بشرة مرحبا بك مارك إلى توجه الموقع لأنترنت عمويازيت.com تدقتي على الزرار شارك في حصتنا وراحين حتما نكلمك بالهاتف الرسالة الموالية العربي شمس الدين تمر سنوات من مدينة خريسية من جزائر العاصمة قال لك أتابع الحصة يوميا وأتشوق للحضور في البلاتو قال لك وحبي الكبير لألعاب الخفة ودعابة عمويازيت الله يبارك شمس الدين إذن أوليدي مرحبا بك مارك إلى تسجل وحتما سوف نكلمك الرسالة الموالية بريكسي أيمن عبد المالك خمس سنوات من مدينة بومرداس قال لك حصة ترفيهية مشوقة تعجب الأطفال وتسليهم شكرا شكرا أيمن عبد المالك بريكسي من مدينة بومرداس سلامنا لكل الناس بومرداس آخر رسالة على اليوم تقول من عند مكي ياسمين 11 سنة من مدينة راس الماء بيدو بيدو هذه مدينة راس الماء قرب مدينة سيدي بالعباس هي ولاية سيدي بالعباس نحية وكل الناس مدينة راس الماء ومدينة سيدي بالعباس قتلكم أودوا أن أشارك في المسابقة لأنها مفيدة وجميلة بالطبع بالطبع بنتي ياسمين تقدر يتشاركي معنا في المسابقة وتقدر يتشاركي كذلك في الحضور عم يزيدي يحتفظ بهذا الرسائل الجميلة هادي ونروح وركن آخر وركن نكت شكول عنده نكتة جميلة يجيحكيها لي نكتة نكتة تعالي بنتي تعالي أروحي بنتي واسمك بنتي قادي قادي واسمك أنا هاريهام وينت السكني في بوسماعيل شحال في أمرك حشاسني لا يبارك حكينا نكتتك بنتي قل لك واحد المرأة عندها ثثة أولاد واحد اسمه سالة واحد اسمه عالة واحد اسمه خافيش قل لك المعلمة أعطت لهذيك الأم قلت لها رواحي بيش تشوفي العلامات تغشت قلت لها تقول علامات عم بلا علامات يعني مبدي كنت تدوها لس بيطار قلها واحد سلامات قلها سلامات technological أوسنة كم يبارك اي ممالة شكرا 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 جميلة جميلة ش كليه عندو تعالي ابنتي تعالي تعالي رقيا تعالي ابنتي تعالي تعالي جيبي روحي بنتي تعالي 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 بنتي أرواحي اوه اقعد قدامي اقعد هنا اقعد قدامي اطلعي بنتي اوه لا واسمك بنتي رقية رقية وينت سكني فيه افلو 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 وينت الاغواط خيار الناس ناس افلو ناس الاغواط شعن في عمرك بنتي خمسة سنوات اوه خمسة سنوات وش هدا لو عندك هدا بنتي وش هي هدي هدية هدية لي من لي من تعينا العمو يزيد اوه بوسيني بنتي بوسيني شكرا هدي زربية تقليدية من مدينة افلو نعتزوا بها الله يبارك شكرا بنتي شكرا شكرا يا الشاطرة هيا يا بنتي ارجعين مكانك شكرا تحياتي للولدين باعتك سعى لهذه الهدية الجميلة يا اطفال الحقنا دولك الركل اجابة عن اللغس ما هو الشيء الذي لديه يدين من غير رأس ورقبة من غير الرجلين تعالى شكرا شكرا راشا شكرا سبع سنوات وشه الجواب ستارة لا لا مش ستارة شكرا عنده الجواب 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 هل من جواب ما هو الشيء الذي لديه يدين من غير الرأس ورقبة من غير الرجلين تعالى بنتي وقفي هنا ذكرهم باسمك اسمي هانيا هانيا وماذا تسكني هانيا سيدي حماد سيدي حماد شكرا في عمرك عشرة سنين الله يبارك قولينا الجواب سحابة لا لا مش سحابة تعالى بنتي تعالى تعالى ذكرهم باسمك انهاري هانا لا يبارك وش وجهك قميص القميص نقبلوا الإجابة يعني القميص هو الثوب نقبلوها 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 اذا بنتي تعالى 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 اعطيه الهدية تحا اعطيه الهدية تحا تعالى بنتي احنا الأطفال الشاطرين دائما نعطوهم هدية اللي يجابوا على اللقص عندك كوب عم ويزيد تشرب فيه الحليب ولا الماء تستفادي به وعندك كذلك ثلاثة سيديهات تعام ويزيد اللي ينتجهم في سنتين في كل سيدي 22 في كل سيدي عندك 22 أغنية من حق الطفولة معلمة ومبروك عليك النجاح اذا بالتوفيق بنتي اربي وفقك شاطرة شاطرة بنتي الله يبارك الله يبارك عدنا اليوم عيد ميلاد هنية عشر سنوات تعالي هنية اروحي اروحي بنتي تعالي 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 اذا احنا نغنو الهنية عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبونا القاتو تعال هنية يلا عيد ميلادك احلى عيد ربك تبلك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد يد من وضعك فيك ويزيد ترتكت بك ويزيد تحتلالي تتكلم يا جيسي من أحساب من خبئتي كنتم هنا صح وصعادة وهانا شرع يا ربي لميات سانا وتعش أيامها أخرى شرع يا ربي لميات سانا وتعش أيامها أخرى يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا بسهل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات بسهل مراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها للا حلوة يا محلاها بس مكنتا زيبناها للا حلوة يا محلاها بابا وابا يدعولوه واسحابو ويبردولوه مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو مجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنحلوة يا جميل سنحلوة يا جميل سنحلوة 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 يا جميل إذن بنتي عشرة تسعة مانية سبعة ستة فانسة ربعة تلاتة موت واحد برابو طفشماء برابو إذن أعطيني الشهادة تحا إذن هاني يا بنتي عم يازيد يهديلك هات الشهادة شهادة إنجاح تصوير حسنا عم يازيد في هات الظرف الجميل وانتوما كامل كيتخرجوا منها كل واحد عنده الشهادة ديالو وانتي بنتي بما أنك رسلتنا بخمس قاسبات من علب حليب رامي على صندوق باري 42 ألف استوالي العاصمة رامي رعي برنامج معم يازيد يهديلك هات الدراجة هذي إن شاء الله تسفادي بها بنتي تحبي دراجات هاي برافو ولا ما بقى لي إلا نقولكم بقوا على خير سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا تحزنوا حنال ودع يا أصدقاء كل الأياد في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعودوا فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين